بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا أمسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هم فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له مسوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد من ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من نشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يمور والله خلقكم من تراني ثم من نطفتي ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أوسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسين وما يستوي البحران هذا عزف فرات سائع شرابه سائع شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الخلك فيه موافر لتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خفيد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ نظهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزهوا هزرة وزر أخرى وإن تدعوا مفقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنزر الذين يخشون ربهم بالغير وأقوا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الرماد ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسزهم بالبينات جاءتهم رسزهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وهم مختلف ألوانها ومن الناس والدواب والألعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقهم مما رزقناهم سرا وعلى ليتين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شهور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب وللؤلؤاء ولباس فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب والذين كفرونه النار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله يعاني مغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه الكفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منهم بل إن يعرض الظالمون بعضهم بعضا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءه النذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنهم كان عليما قديرا ولن يؤاخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ترجمة نانسي قنقر